اهي 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 شايفين يا قدعان الجبال نزلة ازاي? والاولوحد مسلا ان فطرت يعاني بعد الشر يعاني بوقع الوقع دي بعد الشر يعاني هو ايه اللي هيحصل ربنا يستر. يا اخبار يا شباب معكم محمد جمال من قاتل عميد اه يا ابني الكلب اخباركو يا شباب معكم محمد جمال من قاتل عميد وحلق دي مهارضة في لعب دا لونج درايف في البداية لو انت جديد ما تساش لايك ولا اشراك في القناة سوى صلى على الحبيب. محمد صلى على الحبيب جلبك. طيب. الحلقة اللي فاتت. حصل كده حوار واكشن. وتشقلبنا في اخر الحلقة. وبصراحة ما حبيتش اشوف التكملة او ما حبيتش ورها لكم لان التكملة زائد تمنمية. حصل انه احنا واقعنا يعني اعوز بالله مشتراجين كده واقع وحشة قوي. فاللغة انا ما قدرت الصراحة اكمل الوقع فانهيت المقطع. الحلقة دي ان شاء الله مكملين رحلتنا الجميلة بعربيتنا كبيرة اللذيذة دي فيه منكم قال يعني بغير العربية يعني عايزين كده الشاص عايزين كده حركات واكشن ودنيا. انا الصراحة عجباني كده شكل عربية ان هي كبيرة كده بس في نفس الوقت برضو رخمة يعني اللي هو برضو تقعد كده تشبك من تحت وتزحلة وتعمل حاجات كتير. انت عارف الواحد نفسه كده في عربية يعني شوف تنت العربية القابلة دي. يعني والله الصراحة انا ندمان ان انا سبتها. هو بعدين بس قال نفسه سؤال هو ليه? اللي هو بتاع اللعبة يعني مطور لعبة. ليه ما خليش العربية دي هي الشاص وخلى الشاص هي العربية دي. فهم انت الموضوع ازاي يعني قصدي ان مسلا الجولف هو حولها الشاص. طيب ليه هو محطش العربية اللي احنا جبناها الحلقة اللي فاتت دي او سبناها هي الشاص. يعني عملها صندوق من ورا والكلام ده كله. كانت هتبقى عربية رهيبة على فكرة. تقدر بقى تحط بقى وتزبط فيها على رقبية النوم بتاعتك ودينيتك. بصوا كانت هتبقى رهيبة جدا 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 جدا. طبعا حبيت اشكر التعليقات الرهيبة اللي جات الحلقة اللي فاتت والافكار اللي جات والاقتراحات الرهيبة اللي جات برضو. وحبيت افدكم بحاجة برضو خاصة الناس اللي بتحب ينهر ازرق على العربية. شباب والله انا اقول لكم الحاجة. انا الصراحة ازقت من موضوع ان انا اعد اجمع في اوبوب العربية دي. يعني هي ليه الشنطة اللي ورا والكبوت اللي قدام هو اللي كل شوية اتفك. بس في حد فيكو شاركني فكرة. قالي عميميدو حاول تفتح باب الشنطة سنة هو وباب الماتور وتشوف هل هيتفكوا ولا لا. فانا بصراحة عايزة اتجربها بمن هي جات في دماغي دلوقتي. فخلا نتجربها. عارفين اصلا الاكسيدام ده بخلي العربية كده ود بشنة. فانا سيبني بالاكسيدام مش محتاجه خلاص. عارفين العربية دي اصلا بتفكرني بايه? بتفكرني بلعبة وفي حد فيكو قالي عميميدو انا لاحزت برضو ان الكشافات الاصلية بتاعت العربية ما بتقعش. لكن انت لو ركرت الكشافات مش اصلية احتمال كبير هتقام. اتاني حاجة اقول رفل اللي ورا فين? بس تحس يا اخي العربية شكلها كده غريب وعجبتكو انا فاتح الساق في شكلها رائب مش كده والبس العربية سريعة وبس من جوه اخي تحسها فخمة. شايفين طول ايه? تعرف العربية دي لو انت دخل اول لاين دي العربية المناسبة لك تدخل بها انت واصحابك. انت متخيل? واحد اقول لي لي عميميدو? لان العربية دي بتاخد تلاتة قدام وتلاتة وراء. الله طارو. والله طارو ولا عملنا اي حاجة. يعني انت متخيل عربية زي دي بتاخد ستة راكب. ويمكن ورا بتاخد اربعة كمان. يعني اربعة وراء اربعة وقدام تلاتة. لان انا شايف اربع ملاتب خليها كده نجرب استنى. خليها بتاخد تلاتة قدام وتلاتة وراء. يعني يربي ما يكون اللي فيدم حصل لان انا عاوز بلا شارديم كده حستي ان في كاملش كانواقي على الارض. اوواى اوواى اول باب طار. بصوا هي مدامة العربية بدأت كده خلاص ي يعرفون ان دي نهاية العربية. اول عربية نلاقيها ان شاء الله. هنبدأ نبدل. بس انتوا عارفها ان يجرب الخنفسة تانى على ان الماتور بما ان المتمة ده مش فارق معه الدنيا يعني قصد اللي هو لا بيسخن ولا الكلام ده كله. ايه رأيكم? صراحة هو جاي على بلا جربه. صراحة يعني. فانا هجربه ان شاء الله. لو لقيت عربية خمفصة ان شاء الله. هنجرب. نحط فيها الماتور كده ونشوف الدنيا. ايه ده معقولة? مش قد تطلع من هنا. يا نهار ابيض. عشان بس ما ينفعش اللي بيحصل ده. دي مهزلة تاريخية يا برو. انت ازاي تفك ده من الماتور. ركب يا حبيب البتاع ده. ايوة بعد ازنك وبطر استهبال علشان ما زعلش ما بعد. ايوة يلا دوس يا كبير. بسم الله رحمة رحيم يا مساهل الحال يا رب. بفكر ارجع اخد الباب برضو عشر عباية تبة كاملة كده مش نقصة. بس هو فين الباب? قالين ارجع انزله تاني. بسم الله رحمة رحيم يا مساهل حال يا رب. يا رب. ده انت رخمة بقى العربية دي. الرخامة دي. تعال اعمل حاج اركب هنا غصبا عنك. الله لا تركب غصبا عنك. ها. اركب. مش نعصينها قبل. وهم حاجة ان هو بقفل ازاز. ما عامش بقفل ازاز ليه? اصلا ما فيه السقفة. انا مش فهم بصراحة في ايه بزر. بس كده تحس العربية لذيذة كده وهي مش هادية ودوء الدنيا كلها فيها. واو هو ايه اللي انا شايفه تحت ده? بيت رعب? اه والله بيت رعب. انا مش داخل بيت رعب يعمل حاجة. ولا اقول لك تعالي نحوض عليه ممكن اللي لقى العربية الخنفسة لان بصراحة نفسها اجربها. انا شوف ايه اللي هيحصل مثلا احنا مشينا عسرعة. باش شافين العربية? يا السلام عالتفحيط. اعطيها بقى لفة ايوه. الله. لا حول الاقوات الا بالله. لا اله الا الله. يعني انا مش فاهم. هل بتاعت العربية دي? يعني ايه بلاستيك. ادي الشاص دي ولا ايه? والله شكلها الشاص يا شباب. تفتكروا تكون الشاص? انا حاسي الصراحة ان هي الشاص يعني. بس خلاني دخلوك انا نشوف يمكن تبايا الشاص او حاجة. بسم الله رحمة رحمة. يا مساء الحال يا رب بسم الله. شاص 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 اهي الخنفسة هناك اهي. بقى ليش دعوة خلاص. اه دي جلو يا جدعان. عارفنا كنت نفكرها العربية الرينو اللي احنا بدأنا بها السلسلة الاساسية على قناة العام خلاص. احنا لازم نتجرب الخنفسة دي. تجربة سريعة مش هنعتمدها يعني في الحلقات بس هي كده تجربة سريعة نشوف دنيتها ومشيتها على ماتور التماني والدنيا دي كلها. ارمي بسم الله يا مساء الحال ايوة لازم كده. طبعا انتم عارفين اخونا خنفس لاغين عنو ده ان شاء الله هناخده معانا برضو في الرحلة بما ان هو صاحب العربية على تفضل يا برو انت طول عمرك اه قضيت حياتك تكافح وتشد في العربية جهلوقت ان انت تركب العربية اللي انت طول النهار تشد فيها وتشوف سرعتها الحقيقية ماشي عاملة ازاي. بسم الله احمر رحيم خليها نفك فيه منكو كتير يقول يا عمي ميدو يعني عربية خنفسة وبتاعي يا عمي ميدو يعني زهق يعني وكده ما انتجبتها قبل كده يا جماعة بقول لكم هنجرب عليها ماتور تمانية سلندر انا مش متخيل بصراحة هتوب بشكلة عاملة ازاي وهي ركب عليها التمانية سلندر بس انا نفس اشوف الصراحة هل هتمشي بسرعة هل هتخمس هل هتتقلب بينا هل هتبهدلنا هل هتبقى سليمة لانو اصلا كده كده في كده الحالات يعني احنا كده كده هنغير العربية دي لان زي ما انتم شايفين بقى اتزاها هي كبيرة ولذيذة الصراحة فاخمة جدا بس المشكلة العربية بتبدأ تفحط كتير طبعا علشان السرعة العالية انا عارف الكلام ده كله بس انتم عارفين احنا بنحب كده نمشي بسرعة وبتاعه طبعا انت الحاجة لما بتقدرش تعملها في الحقيقة تعملها بقى في اللعبة بقى وتاخد راحتك على اخير ان شاء الله لما نجيب بقى هوريكم بقى السواء على حق بقى دي يا سلام هخليكم تستمتعوا بها بطريقة رهيبة جدا ممكن نبص نشوف التانك ده في ايه يا رب يلاقي في ديزل يا له سبعتاشر لتر زيت ممكن بعد اذنك بقى ناخد الكلام ده كله خلاص انا مش عايز التردي ان يرميها خلاص ملاقاش لازمة بعد اذنك بس ممكن تتفاكد خليكي هنا معقولة التردي بتركب هنا برضو يا راجل اها والله يصدقوا يعني لو كويتشات اصغر من كده هتمشي والدنيا حلوة والله مية مية بس يا اخي العربية البوني نازلة كده نظيفة وبنت ناسة هنمشي بالعربية دي كده معفلني الله يبقى فكر اجرب بالله يا اخي العربية الخمفسة دي بتفكرني برضو في بدايتي في فالونج درايف اول ما طلعت تلاك دي بيها وكان عجباني جدا ما كانش هممني بقى السرعة ولا الكلام ده كله على قد ما هممني بقى ان انا مشي في عربية فخمة وبتاع ولوت والكلام ده كله كنت دايما قبل ما اعرف ازاي هسبت الحاجة كان العربية يعني كان اللوت يعني تكون شو هي يقع مني وبتاع يا نهرب كان البدايات في اي لعبة بس لعبة بتبقى رزيزة كده وانت حبيبة بتبقى رهيبة ممكن تحط للك ده هنا بعد ازنك لو ينفع طيب ازنك بس اشيلك صدام ده انا مش محتاجه حط ده مكان وبعد ازنك ايوة يعني لو ينفع ايوة بالشكل ده يا نهرب تشايفين شكل عامل زي هو راكب واو شكله فضيع جدا طيب بعد ازنك بقى ممكن تدينا فرشة وعلى ايه ندي لك فرشة خلا ندخل جوه سامو عليكو يا بشر يا ولو شايفين التلاجة بتعمل ازاي يا نهار ابيض يا ربي نسطر وما تموتناش سامو عليكو ازاك يا حاج عندك فرش ايوة يا قلب يلا يزعدك ايوة والدين الدين بس دي مسضية يا اسطح ما عندكش حاجة غيرها وهو كله مسضي ما فيش حاجة زي الناس طب يلا مش مهم احنا اصلا كده كده عايزين نشيله الصدى تقريبا مرتين وش صدى بتشيل تقريبا ادي مرة وادي التانية يا السلام طب والله لونها لونها ده جامل ممكن كمان نلماح هندي لها تلميعة كده بالفرشة على اساس ان هي توصل لنفس بس في حد فيكو قال انت لو عملت بالفرشة على البتاع اللي بتلمع دي بترجحها تاني كتمة فكر اعمل كده الصراحة وبعين في نفس الوقت بقولك اصلا دي مش اكسر درجة للمعين ايوة كده كويسة يعني درجة اللمعين دي نشايفها لذيذة خلينا نخليها كلها كده وخلاص ايه ده قطر ما ترتبع الدني دي ولا ايه والي هو اصلا كان اصلا كده من الاول بتاع دي عايزة فرشة برضو ايوة كده خليها كده ايه على اللون الابل بلمع بس دي بتلمع اوي احنا عايزين نحاول نرجحها زي ما كانت وفي فرشة معايا يبا زي الفل عادز انك عندك فرشة ليا هنا يا برو متهالي كان في فرشة شايفينك دعان شانطة ضعبية دي يا نهار ابيض عشان تضعبية كبيرة جدا هو ايه يا اصلا ده انت تقعد فيها كده وتنام وتصحى وتقوم وتعمل كل عاجة حلوة في حياتك خليها كده نجرب موضوع الفرشة ده عاف لو كلامك طلع سادق يا لأ قوي مفيش خالص للأسف الشديد فيش حاجة يا صاحب بترجع زي ما كانت للأسف متعشمتني والله بس للأسف لعدش مزبوطة معنا طيب دلوقتي احنا محتاجين بس استبني واحد وخلاص مش محتاجين غيره فسولي زلك بعد اذنك ممكن تقعد هنا حلوة سولي زي جديرة يكو وبعد اذنك بالمرة بما ان الشنطة مفتوحة خلان كده نجرب اووو شغال يا جدعان بص بص شو بترمز زي بسم الله يا رحمة رحمة يا مساهل حاج طب والله رهيبة يعني دخل انت يكون شنطتك قدامك كده حاجة رهيبة انتو تعرفوا ان في ناس لحد دلوقتي في مصر وبرا مصر في سوق العربية دي شفت انتو الفيديو بتاع اسمو ايه اللي كان طالب اوبر وبعين لقى عربية خمفزة دخلاله وراجل بقول له ايه اللي انت جاي بيها دي قال له ايه الاوبر حضرتك طالب اوبر قال له ايه بس انا ما طلبتش جدي قال له والله يا واحد ده اللي عندنا وخدهم معافة العربية برضو بالعافية وصلهم في ناس برا مصر حولوا العربية دي لانها تمشي بالكهرباء بصراحة كان الموضوع ممتع يعني بقولك تخيل عربية من زي دي من زمان تمشي بالكهرباء موضوع ممتع وغريب في نفس الوقت العربية تمشي بالكهرباء وطبعا متور الكهرباء لما يركب على العربية مسلا بيزودها بتوبة سريعة يعني انت خيال العربية قديمة تجري بسرعة طبعا متور الكهرباء ده نزومه بيركب بس في مكان الماتور اللي ورا وخلاص هو الفرق بينه وبين ده ان ده كهرباء وده بنزين بس بيركبه بمناسب بس للترس او الغيرات اللي ورا وخلاص تلاقي بقى العربية بتجري من صغير صوت كان شكلها جامل بس دي كده خلنا يا عم انا مش عايز سجير يعني سو حلوة سجير دي بس ممكن بعيز انك تديني السيف ده اعطيني هزا السيف يا زلمة انا هنحطه هنا في الاشياء الطولية كده مع بعض تعالوا انتم هناك كل يا سلام شايفين يا جدعان الشكل والله ممكن بعد اذنك طب اهدى شوية اهدى شوية وحش بايزنك تحطي هنا وانت تتحطي هنا طبعا ما ننساش اخونا وحبيبنا مرعي طبعا الزخيرة والاسلحة دي اهم حاجة في التاريخ كله اخيل انت مسلا لو تكون مسلا معك بص بقى بتبدي بتاخد منه كل حاجة يا لها هو ايه تبقى فتحت على نفسك فتحة لا يعلم بها الا الله بعدزنك يا عم مرعي انا طبعا مرعي انا بحاول اسبطه في مكان في العربية بعيدة عن المريا لان المريا اصلا لما بتوقع بتوقع معا كل حاجة على لا مرعي لا ولا مرعي ايه ايه ايوة كده خليك كده جامد يا لها برضو في حاجة عايز عاملها هنا احنا لو شلنا المرياة دي وحطينا المرياة اللي زي دي اللي هي مكان السواق والكلام ده كله ايه الدنيا هتركب عادي اه والله شايفين شكلها اشيك ازاي وافهم لازم كده تاخد حاجة اسطورية من عربية فخمة وتحطها في عربية عادية بتحولها العربية فخمة يعني بصراحة موضوع المرياة ده شكله جامد ازاي والله رهيبة مش كده جافت حكده الباب وقفل يا السلام عليك عميميدو اجامد بعد ازنك بس هتلي البخاخات دي نرش بس الرشتين على الباب ده ايوة كده شايفين كده بقى نضيفه ابن ناس بس كده شكرا احنا مش عايزين كده اي حاجة تانية من العربية في بخاخ هنا هاتو وهتلي العداد ده بقى ما محتاجينه واحد يقول انت محتاجي العداد ده في ايه هنركبه دلوقتي بشوية تربهات بقى وشوية حاجات هنا ممكن ناخد خرطوم البنزيم واحد يقول لي عميميدو هو انت مش هتاخد البنزيم اللي في العربية مش هاخد البنزيم اللي في العربية لان احنا هنطول وانا حاسس اصلا كده كده ان احنا هنقابل عربية سريعة دلوقتي او العربية او حاجة زي كده الواد ده جاي وعليه ولا يا ربنا يسطر فمش محتاج انه انا اخد الكلام ده كله بس كده شايفي العربية بقى تشكلها لزيز وبنت ناس ازاي نبدأ بقى نجربها ونمشي بيها ونشوف سرعتها وكدرتها بس خلينا ادي اربع رشتلة ده عشان بس يبقى نضيف ايوه كده خليك كده نضيفه وبن ناس بعد ازنك بس واحلى حاجة بقى في الخنفسة هنا موضوع الشنطة ده بص اللي هي الرف ده جامد جامد يا جدعان لازم تتجربوا الموضوع ده انا بس تاني انا عندي فكرة تانية بعد ازنك بس تحط هنا مفهود ده مكال الراديو نقدر نثبت في العداد يسبت عادي او بس مدينا ظاهره طب ليه يا عم الرخامة دي خلاص خليك ثبت هنا وخلاص حلو 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 ييجي منه يا شباب مية مية احسب مفيش نبدأ نركب ده هنا الراديو تقريبا بتاع العربية واقع مننا فخلاص كده بسم الله الرحيم بسم الله كان عليك يا رب بعد ازنك برضو خلينا للم البتاع دي ونحطها هنا في المكان ده لا وقعت تحت ما هي المشكلة بقى في الخرطول ده لما يقع تحت ببهدر الدنيا فبعد ازنك ممكن تدخل هنا حلو خليني بالمرة اطلع كده وحط ده هنا بسم الله رحمة رحيم ايوه خليك راكب كده يا العبية لي مشت لوحدك كده في ايه اركب يا عم هنا قال لا كل ما ركبه العربية بتشد يا هزيه قلة الادب يا زلمة يلا بيا نبدأ نتحرك وبسم الله توكلنا عليك يا رب والله انا متحمس اجرب الماتور بصراحة على الخنفسة يا نهر ابيض دخال تمانية سلندر على الخنفسة ليه 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 بتقفل كده ايوه سيبه كده مفتوح ايوه كده يعمل حق سيبه مفتوح بسم الله رحمة رحيم يا مسارحة ايه 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 بص مش قادرة تطلع بدي اللازينة طب هلس سنة بسنة عشان تجري ايوه ينهر ابيض التكسير اللي بيحصل ده انا مش عارف والله اخ والله في تكسير بيحصل سمعين طيب حل التكسير ده ايه بقى ان احنا نعمل سيف جيم ونرجع تاني اظن كده عبما بقاش لها اي صوت صح يا سلام يا سلام يا سلام على العربية بقت رهيبة جدا يلا ندوس بقى بنزيم ونشوف بقى سرعة العربية دي يا مساهل العالة الله اكبر الله اكبر يا جدعان عالسرعة اسرع عربية خنفسة في التاريخ فلياشهد الالمان ولياشهد التاريخ هبطت العربية وطلعت كوشتها كده بره شوية عايزين نشوف وهي متهبطة كوشتها طلعة بره شوية اصر على سرعتها لا لا لو اصرت هنرفحها كمان سن الفوق بس انا ما شاء الله شايفها لازق بطريقة رهيبة جدا يا سلام لأ انا امرأي ان نرفحها احسن رفعنا العربية يعني مش عارف اقول لكم ايه بس انا رفعتها جامد شوية ربنا يسطر بقى ما تتقلبش بينا وباسم الاحمر رحيم هات الداخلية معلم وابدأ دوسيا كبير انا شايف صراحة الخنفسة تنطلق وباسرع سرعة ممكنة يا الهي ما هذه السيارة انها الخنفسة الالمانية التي تنطلق بسرعة خمسة وتسعين الف كيلو متر على الساعة انزل حط لايك واشترك في القناة يا صديقي وزا ما انتم شايفين السرعة القصوى وعطيها طفعيط يا كفو يا مدير يا نهر ابيض شفتو 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 تحس ان انت بتلعب كرة قدم يا زميلي وباسم الله الرحمن الرحيم وعطيها اقوى طفعيط ايه ده هو الكشف ايه ده مش العربية واعتك ايه ده يا نهر ابيض عالجامدان خلينا نطلع الكاوتشات برا سنة زي ما انتم شايفين طلعنا الكاوتشات برا سنة سنتين تلاتة علشان نشوف الوحش المنطلق يا نهر ابيض حسيت للحظة ان انا البست شد الفرامل علشان الكاوتشات ما تطرش ايوه اهم حاجة شد الفرامل ايوه طول ما انت شد الفرامل ما تخافش ان الكاوتشات تطير من العربية ايوه ممكن غطش شنطة يطير ممكن الماتور يطير ولكن الكاوتشات مستحيل ان هي الطير. شوفت الحركات شوفت البركات. مالك الهند. والله مالك الهند فعلا. العربية اصلا ما باش فكه ويتشاهد. يا نار ازرق ايه ده? ده طلع ده طلع يشتمني والله يا جدعان. يا نار ضحك. يا نار ضحك. الهب الاشتغل يا جدعان. اوبا ده كل حاجة واعتمون العربية عدل متور. ايجي نان ده. طب كويس ان كل حاجة. يلا واستني استني استني استني. اوف 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 خد خد خد. مش هيزاجري وحيت امك وحيت امك محيزاجري يا لهوي. والنبي يا شيخة. والنبي يا شيخة اقافي. اقافي يا شيخة ما يتحرقش دم. راحت يا جدعان. يا جدعان والنبي اقافي يا شيخة. يا الله. ايوها اتقلبت. اتقلبت. لست في امل. يا لهوي علينا النهاردة. لا يا شباب ما مقفتش والله هتفضل مكملة. انا عارف. بس انا شايف مرع بنور من هنا. والله مكملة يا جدعان العربية. لا حولها ولا قواتها الا بالله. لا اله الا الله. المهم شايفين اصلا المصيبة ان الناس لقد ديه. يا لاوي على كل دي نازلة. وتحس العباية بتغيزك اللي هو بص تيجي توقف شوية لما تيجي تقرب لها تجري تاني. الموقف ده حصل لي ثلاث مرات. مرة في السلسية الرئاسية. و مرة في اللايف لو فاكرين. والمرة دي هنا. يعني انا مش عارفش مانا بحصل معي الموضوع ده. يا جدعان تخيالوا العربية شوف انا من هناك كده. جريت 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 جريت. تيجي تقرب لها تجري تاني وتسبك وتمشي. عارفين المشكلة في ايه ان انا ما معيش اي حاجة ادفع بها عن نفس دلوقت. والمشكلة العجلة دي عايزة زيت وبنزيم ودنيا وبتاع. في انا شوية جاز. شغل كده. بسم الله. ان شاء الله تشتغل. مش هتشتغل. لان الزيت فيها قليل. فدي المشكلة. اصد الزيت فيها كدير. خلص افصل. اقول لكم ايه انا اصرح ازقتي من العجلة دي. وانا شاف عربية جاة ورايا. ايه رأيكم نوقف لها? خليك كده حاول. يلا 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 يا ابن. يا ابن اللازينة. استنى يسطى. ودايس وشارخ ابن اللازينة. يسطى قف يسطى انا عايز الاركب معاك طيب يا عم الحج خد. لا اله الا الله. باب انا بدأت اشوف بشار خير لو جدت وبص على الشمال هناك. انا شاف البنزيمة الكبيرة ان انا بحبها. يا نهر ابيض. بس السؤال هنا هل البنزيمة دي قريبة ولا بعيدة? يعني انا شايفها من هنا حاسسها وريبة جدا وفي نفس الوقت حاسسها بعيدة. وخايف ان انا اوصل للبنزيمة دي. الاقي نفسي. خد يلا. يسطى يسطى. يسطى استنى يسطى. يا الله يسطى. لا اله الا الله. هناخد لحزة جريئة ونحود على البتاع دي. بسم يسطى. ونوصل لها وان شاء الله يكون فيها عربية ولا اي حاجة يا رب.